إذن تحية متجددة لكل الانظام لمتابعة برنامج في حضرة المساء يمكن قبل ما نبدأ الحلقة دي كلها أنا ومالاز كنا منحكي عن تفاصيل كتير جدا عن الصحة النفسية والأسباب اللي بتأدي لتدهور الصحة النفسية وذكرنا إهمال كبير جدا يمكن من عدد كتير جدا من الناس بالصحة النفسية وعدم إدراك أن الصحة النفسية هو أساس كل شيء فعلا يا صاحب يمكن لأنه نحن عندنا مشاكل في المجتمع أصلا أنه بعتبروا المريض النفسي ده زي الحاجة عيب أو غلط أو منبوز فما من العامل معه التعامل بتاع المرض الجسدي أو الصحة الجسدية العادية نعم ويمكن ده أكثر بشكل كبير جدا على كل الناس التخوف أنهما يمشوا يمكن أنهما يتعالجوا من المرض النفسي على فكرة أنه الشخص اللي بيمشي لدكتور نفسي هو مجنون ده اللي أثر بشكل كبير جدا أطور بشكل كبير جدا من المرض النفسي لدرجة أنه نحن بنشوف كل مرة يمكن حالات انتحار الانتحار ده ما جاء من فراغ أكيد جاء من سبب مرض نفسي واتطور المرض النفسي الأدى للانتحار ولكن إذا انت عالدت واداركت الموضوع من البداية أكيد يعني الزول بيتعالج وبيصلي الصحة النفسية يعني إحنا هنتكلم في تفاصيل أكثر عن الصحة النفسية وأسباب الأمراض النفسية وحنقوص في الصحة النفسية مع دكتورة اعتدال صديق أهلا وسهلا بيكي ويسعد مساكي ويمكن ابتسامتك دي براها يمكن بتصلح نفسياتنا أهلا وسهلا بيكم ومشاهدات ومشاهدي قناة البلد في هذا المساء الطيب الجميل في البراح الجميل الفكر ذات فكرة التصوير في مكان زي ذات تنمع النزوق وفهم للصحة النفسية نعم يمكن غيرنا الحتة عشان شنو حتى نغير من المود والنفسيات ذات تتصلح حكيته البيئة اللي بيكون حول الزول بيتأثر عليه صحاته على المعلميات وعلى الحاجات الحول صح جميل جدا مرحب بيكم أهلا وسهلا بك طيب بداية نحديثين على الصحة النفسية طيب الصحة النفسية هي مقدرة الإنسان أنه يحس بالسعادة ومقدرة الإنسان يقدر يقيم علاقات صادقة وحقيقية مع الآخرين ما علاقات بهتة علاقات حقيقية بهتة يعني شنو يعني أنت عشان تمشي حاجة نعم مجامل مبتكون حقيقي مبتكون صادق في مشاعرك ولا في تعبيرك ولا في الموقفة اللي أنت فيه عايز تمشيه عشان كده عليكم السلام مجامل يعني لكن الصحة النفسية هي العلاقة الحقيقية الصادقة المريحة المريحة الصحة النفسية أنك أنت تقدر تستغيد سلوكك وطبيعة حياتك إذا مريت بحدث صادم أو حدث مؤلم في حياتك تأخذ زمنك المعقول للحزن أو للغضب أو لأي إحساس سالي وترجع تكون زول طبيعي عادي في الصحة النفسية الصحة النفسية لا يعني أن تلقلوه من الأمراض أبدا الزول ممكن يكون مريض جسديا مريض نفسيا لكن هو عارف إدعاما مع الحياة كيف عارف تكيف مع الباقي الصحة النفسية هي التوافق الاجتماعي والنفسي والبنني والجسدي طيب يا لكتورة كيف الزول يقدر يفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي طيب دي سؤال كويس جدا بقودنا لي توضيح المرض النفسي صاحبه بيكون وعي به يعني أنا عارفة إني ما بنوم عارفة إني أنا مقلقة عارفة إني أنا ما قاعدة ما قاعدة أقعد كويس بطريقة مفتاحة بيكون عارفة الحقائق دي ودي اسمع الأمراض العصابية يعني زي القلق زي الحاجات الزهاج صاحبه بيكون واعي بها أما الأمراض العقلية فما فيها استبصار في الأمراض النفسية الإنسان بيكون مستبصر عارف إنه عنده مشكلة لكن في الأمراض العقلية الإنسان غير مستبصر ما عارف يعني ودي بيسموها الأمراض الزهانية بيكون منفصل عن الواقع تماما ودي ذاتها من أعراض الأمراض النفسية ممكن نتكلم عنها بعدين أيضا أنت لما في بداية الفقرة لما قلت الصحة النفسية هي أن يشعر الإنسان بالسعادة يعني طوال يكون سعيد ولكن الحزن برضو بعد مرات محتاجين حزن برضو في حياتنا إذا الأمر استدعى ذلك يعني أننا نعيش الحزن إذا أن إحنا ما عشنا الحزن ده أنت إنسان متبلد المشاعر وبرضو ده مرض نفسك أنا أنا بكسط شنو بإنه يكون الإنسان عنده مقترا لكن يحز بالسعادة يعني تحز بالسعادة تستمتع بالوقت اللي أنت فيه يعني حتى عملك تستمتع به حياتك نهلم نتبخ نهلم نقطع في الصلطة نهلم ممكن حسنو الأشياء وحياتنا ونمط حياتنا اليومي داعبة علينا ده الإحساس بالسعادة يعني إحنا نستمتع بحياتنا ونتكيف مع الواقع بتاعنا بس إحنا ما عايشين في واقع أن إحنا متكيفين معه صح وهذه هي صحة النفسية أما الحزن تشي طبيعي طبعا أي إنسان يمر بحضر صادم أو بموقف محسدين أو بأي شيء ممكن يكون مؤلم بحزن عادي تكون الاستمرار في الحزن واستطالة الفترة اللي بحسبان الإنسان في الحزن تكون هي ده الفارق بين إحساس الإنسان بالسعادة وبين استكانته للإكتئاب والحزن وهنا تحصل التفرقة يعني يا دكتور راكمة بالسهولة بمكان إنه الإنسان يطلع من حزنه ومن إكتئابه أول حاجة حديثين عن الإكتئاب وأعراضه وبعدك طرق إنه كيف الإنسان يطلع منه بصورة سريعة طيب الإكتئاب أساس الإنسان بيقولها لشنو لسطف انترس يعني الزول يكون ما بيستمتع بالأشياء من حوله يعني نعم يعني نفس أنا قاعدة هنا أنا مبسوطة معاكم بقول في البرنامج أنتم بتزالوا فيني لكن المبسوطة ممكن السؤال يقدر يزهي وما يعرف كده عدم النوم القلق عدم الاستمتاع بالحياة الينعزال على الأصحاب أصلا هون مرضى النفسي ما في فريق بين المرضى النفسي والإضطرابات الشخصية والمرضى العضوية بمعنى شنو يعني أنا المريض النفسي بكون في الأول إنسان عادي يسوي يصحى من الصباح بيعمل الطغوص بتاعته يمشي يصلي يجي يلباسي يمشي يشغله عادي لكن لما نحصل المرضى النفسي الأعراض بتبدأ شنو إنه الزول لما تحياته ذاته بتغير ما بيحز بينه دائرة ما الحاجاته إذا كان بيصحى معه صلاة الصبح يقول دي ما عنده علاقة بالعرب إذا كان بيصحى معه صلاة الصبح ويمشي يصلي ويجي يمع الحاجات الروتينية التجهيز للشغل التجهيز للمدرسة التجهيز للجامعة لكن لما الأعراض النفسية تبدأ تصهر أو أعراض الاكتئاب تبدأ تصهر السلوك ده بتغير الزول لحد الساعة 12 يكون ماصحة لما نصحى ما يفطر ذاته ما يمشي يقول للناس الصباح الخير يعني بيكون الطريق تتغيره تبدو تصهر عليه الأعراض النفسية ومن أهم أعراض الاترابات النفسية الكآبة الحزون التشويش في التفكير القلق عدم المقدر على النوم عدم التركيز عدم التركيز يعني في مجموعة من العراض حقيقة ممكن ما ذكرتها كلها لكن بتكون مؤشرات لأن هذا الإنسان ظهرت عليه أعراض المرض النفسي طيب ممكن يكون في أسباب للاكتئاب ولا ممكن يجي من غير سبب هي الأمراض النفسية كلها هندقة ما في عامل واحد أي مرض نفسي مجموعة من العوامل ممكن تسبب المرض النفسي بمعنى وأصلا في أسباب جينية يعني المرض النفسي يورس وعن طريقة جينات لكن البيئة بيكون تأثيرها أقوى يعني البيئة العيسة الإنسان المجتمع لمطال حياة في الأسرة طبعا الأسرة هي بتأثر على الزور أكثر حاجة فإذا كان الحياة في الأسرة مريحة أو معقولة مهم ما في حاجة 100% لابد من خلاف لابد من زعل لكن الأشياء اللي من تكون بالمستوى المعقول أو المقبول هنا الصحة النفسية بتكون متوازنة أو موجودة يعني نحن بنكون أقرب للصحة النفسية من المرض النفسي والعكس صحيح يعني الأمراض النفسية عندها أسباب وراثية وأسباب بيئية ومجموعة من العوامل بتلعب دور في إنه والإنسان تسهر عليه أعراض المرض النفسي نعم طيب دكتور اعتدال متين بيستدعى أن أنت تمشي تقابل الطبيب سؤال كويس الأعراض النفسية إذا استمرت ستة شهور الكلام اللي أنا قدته قبل شوية أفساس الكآبة والنهزات والبعد عن الأصدقاء والانفصال عن الواقع إذا الأعراض استمرت لمدة ستة شهور لا بد أنه الإنسان يقابل الطبيب النفسي في الأمراض الصاحبة يكون مستبصر بها اللي هي الأمراض النفسية الإنسان ينشر الطبيب النفسي براء في الأمراض غير المستبصر بها اللي هي الأمراض الزهانية دي أسرته أو الزول المجون منه بيعرضه على الطبيب طيب يا دكتورة ممكن فقد شخص من الأسرة يؤدي للاكتئاب والفرق شنو بين الاكتئاب والحزن طيب الحزن ده لو لاحظنا سي في الحياة اليومية أول يوم لما نزول يموت ماذا يتالت يوم وتالت يوم ماذا يتالت يوم وسابع يوم ماذا يليوم الخمسطاشر والخمسطاشر الخمسطاشر ماذا يتالشهر العراض بتحت الحزن بتبدأ تخيف إذا كنا ما أكلنا هنبدأنا أكل إذا كنا ما تكلمنا مع الناس سجعش هنعزونا هنتكلم معهم ده كده الحزن بيكون في الرينج الطبيعي لكن إذا الكلام ده استمر لستة شهور أنا ما مشيت ما رست حياة ما نزلت شغلي ما عملت حياتي كلنا مرين بالتجارة بتاعات فقد صحيح ف كلكم جناس هنمرتوا بيتجربة بتاعات فقد وحس أنتم تمارسوا في حياتكم أنتم في الرينج الطبيعي بتاع الحزن لكن إذا الموضوع استمر أكثر من ستة شهور الأمر يحتاج إلى طبيب هم أمرات في أحداث بتفجر بتفجر المرض النفسي الاستعداد الوراسي بكون موجود أصلاً المناكفات والحيال الغير مستقرة وغير متوازنة في الأسر بتكون موجودة بيجي زيول يتفقد فدي بتكون القشة التي قسمت ظهرة البعير وظهرت الأعراض النفسية نحن شكراً لك جداً دكتورة اعتدال صديق على المعلومات اللي نحن استفدنا بها كثير جداً وإن شاء الله كل المشاهدين يستفيدوا من الحاجات دي وإن شاء الله نحن نقدر نهتم أيضاً بالصحة النفسية لأنه نحن حقيقة محتاجين للصحة النفسية في ظل الظروف اللي نحن بنمر بها يمكن في البلد دي ويمكن في ظل المشاكل النفسية اللي بتحصل لنا من الظروف اللي قاعد تحصل في البلد دي شكراً اعتدال دكتورة اعتدال صديق دي الفقلة دي وشكراً لحضور كبير أشكركم وأشكر غناة البلد وإنتوا ناس يعني فعلاً عكسين البلد يسمكن يعني قدرتوا الدكور ذاته في الستوديو الحياة كلها تحكس البلد قال داري قول شنو في نهاية كلامي إنه في ظل الظروف اللي عايشين لدي نحن متكاتفين ومدعملين ومدعمين لبعض عشان كده قادرين لاستمر شكراً لكم كتير شكراً لدينا شكراً تسلم كتير لسه متواصلين أكيد ملاز ولسه متواصلين أكيد مشاهدينا بس هنطلع فاصل قصير ثم بنعود شكراً لكم